اشتركوا في القناة 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 إذا لديك شعرك طويل بزيك ممكن تدري بيضة ولا تدري جود لصفارة البيض على حسب لانو صفارة البيض كيتوسم على الشعر الجاف اكتر والبيض البيض كيتوسم على الشعر الدهني اكتر كذلك غتحتاجي ماء ان شاء الله للقهوة هنالبناس عندي القهوة سريعة الدوبان ولا القهوة حبيبات هنا عندي نيس كافي ممكن تتاخذي اي ماركة بغيتي سواء نيس كافي سواء انقاستا سواء سامر مهم الماركة انتي كتبتعي فيها وانتي لي كتختاري فيها يعني على حسب لك شي اللي بغيتي قلنا القهوة سريعة الدوبان قلنا الحبة السودة قلنا سفار بيضة وكذلك ان شاء الله غادي تحتاجي معايا الى بودرة الشاي يعني كتاخذي اتاي والحبوب ديالو كتطحنيهم مزيان مزيان وكتحسلي على بودرة ديال الشاي بهذا الشكل هذا زوينا يعني خطيري البنات هاد هاد يعني هاد البودرة هادي في القضاء على مشاكل كتيرة ديال الشعر مهمة نحتاجوا بودرة الشاي حبة السودة اه صفار بيضة القهوة وكذلك مكون لمو حجيزة لكن قلت لكم زوين بزاف واللي هو الحرمل اللي بنات الحرمل خاطير لناس اللي الزغبة ديالهم مكتفة الضغبة ضغبة مقوية و ضغبة 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 ضيقة يعني الشعر دي لهم كامل ما كتيرش فبالتالي حتى الخلفة ما كيناش بالتالي الحرمل زوين دقبط له بخصوص هاد المشاكل هادو أنا راها مؤخرا وليت كن استخدم مواد اليمات بشكل كتير لانو الشعر عندي حتى أنا ولا شوية كطة حلية بالتالي كنا نعمل له هاد الحرمل وقوالي الضغبة يعني الضغبة مشاء الله ولت قوية بزا بزا كذلك البنات غادي تحتاجوا معايا ها واحد الساشي ديال كاكاو كي مaged لكن لات واحد الساشي هانتو ما انا أخذنا هاد الي ساشي هاد لهم ويمكن تخضي يا الكاكاو هانتو ما هادادي Deo ديال ايديا انا معروف في هسبعة غرام كاكاو باودر انتو ما هادا هادا هو الباك ديالوいきي جي هكا في الكيف خمسه ديالي ساشي زوين دراموس للساشي كيف ممكن تخضي ديال لا توفر عندك كي إما ديال العبار يما هاد الباودر و هدو هما المقادر اللي بنات و غادي نحتاجو اكيد خل التفاح لتثبيت و تعزيز اللون لانو خل تفاح شي حاجة اللي اكتر من رائعة للشعر لمنحية التثبيت والتعزيز و لمنحية القضاء على الشي هده هدي النوعي اللي عندي انا هنا يدي التفاح خل تفاح دي السطاغ كناخد انا هد الماركة و انت اخو دي الماركة اللي عندك و ما تشيلي كين هدو هما المقادر غادي نعودهم الثاني مرة و اللي هما اصفار بيضة و اللبيضة كاملة القهوة الحب السوداء بودرة الشاي الحرم الكاكا و خلتفه في المجموع على ما اعتقل عندنا سبع دي العمسر يالهم عين تعرفوا لطريقة التحضير على بركة الله غادي ناخد كيمية دي القهوة ولا القهوة يعني حبيبات مع القهوة عينك ميزانك في الكيمية دائما نجوز مع القديل الحب السوداء نكتر منها لانها معجزة ربان يلقى دائما على الشيب كذلك بودرة الشاي مع القهوة الحرم الكتير داري غا مع القهوة و غادي نديرو سفار بيضة و غادي نخلطوا هاد المكوينة مع بعدياتهم بزيان و غادي نخلطوا هاد المكوينة مع بعدياتهم بزيان و غادي نخلطوا هاد المكوينة مع القهوة و غادي نخلطوا هاد المكوينة مع القهوة تنقلطوا هاد المكوينة مع القهوة ولكن لنظروا الهاد المكوينة على قهوة سنخلط بالخلديل تفح سوف نضيف الفودرة للحبة السوداء سوف نضيف حبة السوداء سوف نضيف الفودرة للحبة سوف نضيف الفودرة وخيرها سوف نضيف الوصفة هناك إضافة الوصفة من الأحسن لا تشعر الوصفة من الأحسن يتم تجربة الكثير منه لتشعر المزيد من الأحسن وهذا رأيي الشخصي أجربها بزاف تجربها بزاف لبنت اللي شاركتها معهم خلالكم متسبعات وعجباتهم لا تخلي عاقدة المياه ما تخلي سائلة المياه قوام متوسط عاقدة وخاكك تحمق بالخال وصفار بيضا تبقىها ليا تركزي على البيت اللي فيهم الشيب الشيب وما أدركه لا تركزي على اي اخزالة ومن بعد ما تكملوا من الوصفة اخذي السلوفان هذا الفهلية على الشعر ومن بعد ما تلفهلية على الشعر يعني اخذي زيفت حياتي ووضعيها على الشعر فوق من السلوفان لكي تزيد تخرج لك 60% بلا سلوفان بالسلوفان والميكة يقضعها في اللور بالسلوفان والميكة 80% 85% يعني تزيدك واحدة نسبة عالية كما نقول احنا يعرق لك الضغباء باش تخرج لي كتر وكتر وهذه الوصفة دي اليومان تمنى انها كانت بفضل يفعل قلوبكم تمنى انها نالت لعجاب ديالكم فليز غزالتي ما تخرجوا حتى تبرعوني بلي لايك ديالكم وتفجروا الفيديو باللايكات تشاركوا في القناة تفعلوا زي الجرس باش ان شاء الله نزيد نجيب لكم المزيد من الهميزات المزيد من الوصفات الطبيعية والمزيد من الأشياء الاقتصادية تحية لكل غزالة كتشوف يدابا ونطلقى معكم في فيديوهات مجاة الى اللقاء